مرحبا بكم في قناة جيجا بيوتي قبل البدء في المشاهدة ادعموني بالاشتراك ولايك وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد تحضر نقابات التربية المستقلة لإداء ملف كامل حول إمكانية العودة للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لإداءه على مستوى الوزارة وتضمن مجموعة من المقترحات العملية التي من شأنها المحافظة على مكتسبات العمال إذ يقترحون التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية للأساتذة و32 سنة خدمة لباقي مستخدمي الوظيفة العمومي مع ضرورة رفع معاش التقاعد وجعله عند نسبة 100% للموظفين الراغبين في استكمال مسيرتهم المهنية بعد 32 سنة خدمة قال رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة للشروق إن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن هو مطلب مشترك بين كافة نقابات الوظيف العمومي بعدما تم إلغاؤه بموجب القانون 16-15 في 31 ديسمبر 2016 ويضيف محدثنا لأن نقابة الساتف وضعت مجموعة من المقترحات منها ضرورة تمكين الأستاذ بشكل خاص من التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية نظرا لخصوصية المهنة الأمر الذي يفتح المجال لتحرير مناصب مالية ناتجة عن التقاعد لاستغلالها في توظيف خريج الجامعات خاصة أنه في سنة 2016 تم إحالة 60 ألف مستخدم بالتربية من أساتذة وعمال على التقاعد والذين تم استغلال مناصبهم المحررة أنذاك في التوظيف وأشار المتحدث إلى أن التقاعد لكل عامل أو موظف أتم 32 سنة خدمة فعلية لن يخدم الموظفين الجدد لعدة اعتبارات أبرزها أن فئة كبيرة من المستخدمين أضحوا يلتحقون بمناصب عملهم في السن متأخرة خاصة في مجال تدريس الأمر الذي يجعله حكرا على فئة صغيرة من العمل ومن جهته يعتقد رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق زيري لشروق أنه قبل فتح ملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن للنقاش لا بد من معرفة وضعية الصندوق الوطني للتقاعد الحقيقية وفي حال إذا كانت الوضعية سلبية فإن نقابة لونبوف تقترح ضمن قائمة تصوراتها استفادت المستخدم الراغب في استكمال مشواره المهني بعد 32 سنة خدمة فعلية من تقاعد كامل يقدر بنسبة 100% عوض 80% بمنحه النسبة المتبقية المقدرة بعشرين بالمئة وأكد رئيس لونبوف أن نقابته تسعى للمحافظة على حقوق ومكاسب العمال والموظفين المهنية والاجتماعية من خلال مقترحات ستعرفعها للهيئات المختصة أما نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدم التدريس للقطاع ثلاث الأطوار للتربية أوضحت على لسان أمينها الوطني المكلف بالإعلام والاتصال مسعود بوديبة أنه في ظل غياب مراجع أساسية والتي من خلالها يمكن تحديد طبيعة المناصب والمهن الشقة والشقة جدا يقتضي الأمر العودة إلى المراجع التي كانت معمولة بها في الأمر 13-11 في شقيه التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ويقترح محدثنا كمطلب خاص منح تقاعد لكل أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة التم 25 سنة خدمة فعليه نظرا لطبيعة قطاع تربية وخصوصية المهنة التي تمارس في ظروف صعبة إلى جانب اعتماد مرجع 30 سنة خدمة فعلية لفائدة باقي المستخدمين كما كان معمولا به في السابق وهو حق كل موظف وأكد المتحدث بأن الكنابس ترافع لتمكين العمال والموظفين الراغبين في مواصلة مسيرتهم المهنية بعد إتمامهم لن 30 سنة خدمة فعلية من الاستفادة من تقاعد بنسبة 100% وذلك عن طريق رفع راتبه في التقاعد بنسبة كاملة ومعلوم أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن الحفاية كان قد أعلن مؤخرا أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة عن تكليف لجنة قطاعية لدراسة ملف تقاعد النسبي الذي أنشأ بموجب الأمر رقم 13-97 وتم إلغاؤه بموجب القانون رقم 16-15 زوجي قطاعية للمجل المنزل